وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب كما أسأله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ثاق الوقت عن الإجابة عليها أم عبد الله من العين بارك الله فيها تقول أنا عندي المصحف القارئ تقول أحيانا لما أضع القلم ما ينطق الكلمة ويحصل خطأ هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا وكتب الله أجرك وأسأل الله جل وعلا أن يعينك أخت الفاضل ما عليك شيء بالنسبة لك ما عليك شيء هذا طبيعي هذه أشياء تقنية قلم هذا يسمونه الكتروني أو شيء طبيعي يحصل ما عليك شيء ولله الحمد والمنه لكن إذا رأيت الأفضل أنك تستمعين استماع إلى أقراص أو إذاعة القرآن مثلا يكون أفضل بعد تستمعين باستمرار سماع عبادة سماع عبادة وطاعة بارك الله فيك لكن لو استعملت القلم هذا ما عليك شيء حتى لو أنه مثلا ما قرأ آية ما قرأ كلمة أنت ما عليك شيء ولله الحمد والمنه عبد الله تقول يعني من زمان حصل يعني أن زوجها يأتيها ويجامعها أثناء الدورة الشهرية تقول كنا نجهل مثل هذا الأمر وحصل أكثر من مراهل علينا شيء عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا نزلت عليها الدورة فإنه يحرم على زوجها أن يجامعها في مثل هذه الحالة وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في محل الولد وهي حاث أما مباشرتها بغير جماع جائز وهذا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الآن ماذا عليك عليك الاستغفار والتوبة خاصة وأنك تجهلين هذا الحكم وزوجك يجهل هذا الحكم عليكم التوبة والاستغفار والندم على ما بدر منكم والواجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه وأن يعرف حدود حدود ما أنزل الله وأن يعرف الحلال والحرام فعمما استغفر الله وتوب إليه وحبيت تصدقين يعني تعملين أعمال صالحة هذا كلها تكفر بإذن الله عز وجل الخطايا والذنوب أم عبد الله تقول بأنها تسببت بقتل ابنتها يعني قالت بأن عندي بنت قبل ثلاثين سنة كانت مريضة وشيء من هذا القبيل وقالوا يعني الأطباء لا تودينها لأي مكان فلاني تقولوا وديتها إلى شخص وكذا وعطانا علاج تقول بعدها انشلت البنت وتوفيت هل علي شيء؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك أنا أنصحك لله على أن لا تفكري في هذا الأمر لأن الشيطان يحضر والشيطان الآن يوسوس لك ويحاول أن يجعلك في هم وحزن ويجعلك تقولين مثل هذا الكلام العظيم أنك قتلت بنتك وللواقع أنك ما قتلت بنتك أسألك بالله أنت الآن هل فعلا أنت لما ذهبت بها إلى هذا الشخص أنت ناوية قتلها أكيد تقولين لا أنا أدور لها العلاج أنا أبحث لها عن الدواء أبحث لها عن الشي الطيب أنت ما قصدت هذا الله يرضى عليك ما قصدت هذا وهذا الشخص إذا كان فعلا هو تسبب في وفاته لأنه جاهل أو جاهلة مثلا بعض الأطب الشعبيين هذول يسمون أنفسهم أطب هم غير أطب المرسون مثلا الأعشاب وكذا إذا هو جاهل وما يحسن ولا يعرف وعطاها دواء هو اللي يتحمل الكفار والدية هو 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 اللي يتحمل الكفار والدية أنت ما عليك شيء لكن إذا كان والله هو يعني معروف عنه أنه عنده خبرة في الحياة وعنده خبرة في الطب ويعرف يفرق بين الصغير والكبير ويعطيه تقادير للعشاب وكذا وعطاها وقدر الله تنشهل ثم تموت ما عليه لا هو ولا عليك شيء بارك الله فيك واتركي هذا الأمر ولا تفكرين فيه مرة ثانية أم عبد الله أم عبد الله تقول أيام زمان كنا في عرس وكنت أنا صغيرة جدا حصلنا ذهب تقول بأن أخذناه والوالدة قالت يعني ما أعطتها للحرمة هذه اللي سألت عن الذهب تقول توفيت هذه الحرمة وتوفيت الوالدة والذهب تقول عندي لكن ما أنا أعرف طريق لهم أم عبد الله بارك الله فيك طبعا هذه سمى لقطة والإنسان إذا التقط ذهب أو نقود أو أي شيء واجب عليها أن يعرف مدة سنة كاملة وما دام أن الحرمة سألت وقالت من لقي قطعة ذهب كذا وكذا كان الواجب عليكم أنكم تعطون هي أما وقد منعت الوالدة فهي آثم لا شك لأن هذه اليد يد أمانة وأنت كنت صغيرة غير مكلفة ما عليك شيء الكلام على الوالدة الآن إذا حبيت فعلا أنك تكفرين عن الوالدة ما صدر منها من وضع يدها على شيء ما يحلها ولا تملكه الآن قيمي هذا الذهب إذا استطعت أن تذهبين به إلى هؤلاء أمهم التي توفيت وقدرت تصليل لهم يجب عليك تقول والله ما نستطيع ما نعرف لهم طريق تصدقي بهذا الذهب بقيمة هذا الذهب وتنوين عن هذه المرأة صاحبة القطعة قطعة الذهب وبهذا إن شاء الله تبرأ ذمتك وذمة الوالدة نعم تفضل يا أمم حمد أمم حمد راحت أها من أمت الله أمت الله من ليبيا من ليبيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بنفسك يا شيخ يقولوا أن الوحد لا ينمش بروحة لا يسافر يعني بروحة لا ينمش بروحة ما ينمش بروحة ما ينمش بروحة ما ينمش بروحة نعم طيب والسؤال الآخر أن الصلاة تمنى أني نعرف مثلا وضع اليد وعندما تسجد الرجلين كيف يكون لن نعرف أنه إن شاء الله والسؤال الثالث بيكتدع الخوة يا شيخ الله يهديه الله يهديه ويهدي جميع المسلمين يا رب أدعيه يا شيخ رشوفك إن شاء الله حياكم الله من أم سعيد أم سعيد يا أم سعيد طيب شوفوا غيرها ألو تفضل أمو محمد مسعيد من معي؟ من معي عفوا مسعيد مسعيد تفضلي يا مسعيد تفضلي أخوي أندي سؤال تفضلي نحين القلون الحارين ما هم صلهم في المسعيد في رمضان هل يعني أفتح المحطة للعالم إسمه على أبو ظاوي المسعيد الشيخ زاوي أصلي وراه عادي إن شاء الله يا مسعيد شكرا يا مطلع شكرا مرحبا شكرا من؟ تفضلي يا أمو محمد عليكم السلام مرحبا أختي يا شيخ الله طول عمر أنا عندي أرباح في مصرات إسلام أيها وخطت الأرباح وأنا بزفي هذا جوزة زفيهم أمو محمد أين الأرباح هذه حق تأسهم ولا إيش لا 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 حطه الشاب في بنك الإسلام حطه إيش شاب ليه في بنك الإسلام حساب توفير ها نحن ويطرع لي أرباح طلعك لي أرباح خدتم أزفيهم ولا أزفيهم هو منهم إن شاء الله يا محمد كيف أهمني هذه يعني أنا ما عارف إن شاء الله أبشري أبشري كل جنة يا رب مرحب ومسهلة أبو ليث سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أحطر الله كيف الحال إن شاء الله بخير أهلا أبو ليث أبو ليث بلزحمة يا شيخ عندي سؤالين بلزحمة تفضل أخوي سؤال الأول أريد أن تبيننا يا شيخ الفرق بين الركن والواجب في الصلاة الفرق بينهم إن شاء الله وسؤال الثاني هل يجوز الوضوء في ماء راكد يا شيخ وقد سقط عليه شيء من الأشجار أو راق الأشجار أو وضع قبلنا يد فيه أو غسلة فيه راكد ماء راكد إن شاء الله أبو ليث بارك الله فيك بارك الله أهلا وسهلا السلام عليكم أرحب عليكم السلام فضلي علي السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ سألتك أولا من السنة أنت جوابتني لكن في وحدات ما زال ما فامت المسع على الخطفين إن شاء الله أيوا أنا بجيب لك مثل مثل واحد توضى على الظهر توضى وضوه كامل صحيح لازم وضوه كامل نعم بعدين بعدين بس الخطفين وحتى كان يحبت بعدين يمسع عليه عند الثاني يوم قبل العصر بشوية كما وضعت أنت باي جوز خالح ولا مجوز وبعدين اليوم الليلة اليوم الليلة المقيم شيني دير أخر بالشي بعدين يمسع مرة تانية هذا الله يسلمك تسلم أهلا أهلا من فضلي عادل السلام عليكم عليكم السلام هذه سؤال مننا شقين فضلي عادل عندنا عمارة عدد تاريكا عدد الورثة عشر أشخاص ينزل فاتورة المياه كل شهر ندفع نحن الورثة مع المستاجرين والمحلات تجارية الحسب الاسبهلاك إلا أختي ساكنة خارج العمارة مع جوزة بأنها تستفيد من الجار العمارة هل تدفع الموه معنا أم لا وأنتم ساكنين في العمارة أنتم نحن ساكنين في العمارة تاريكة ساكنين فيها يعني ما عدا أختك إلا أختي ساكن مع جوزة إيه طي إن شاء الله عادل طيب وعندنا كمان حارس ينظف العمارة من داخل من الخارج هل تشارك معنا في الدفع الراتب حق الحارس إن شاء الله عادل ساكن مع جوزة أبشري عادل مبارك الله فيك شكرا مرحبا مرحبا فضل أم محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته عندي سألين يا شيف فضل سأل الأمال ألو تفضلي عندي سألين علي شفاتي قطر يلا تفضلي تعالي أنا من شان أبونا الشيف كيف أبونا يا شيف أمره ثمانين سنة وهم تعود يصوم رمضان كل سنة واليوم تعبان من مرة عنده مشكلة في بطن عنده جلطة وعنده مبطون دائما دائما حتى كرمك الله الفراز ما يتبرز طبيعي ولا يتبرز في البيت إلا كل شهرين ثلاثة يروا حبوا المستشفى يساعدنه لما الدكتور يقول له خلك عن معنى طول شرب الماء والثوائل اليوم تعبان مسترد زيادة طيب هل يصوم هو مصمم شي يصوم بس يصوم ويرضي من بعد ولي يقوم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سؤال الثاني سؤال الثاني أنا أصلي 11 ركعة قلات الليل في كل ركعتين أغرى التحيات تبقى ركعة الأخيرة في الوتر ركعة الأخيرة هل فيها أغرى التحيات ولا أكتفي بالأولى الله يحفظك شاء الله محمد سلام أبو سعد في يوم الفرحويتات هل تكون جماعة طمع جماعة قصدك يعني بين الزوج و زوجته نعم نعم الصنة هذه تكون جماعة إن شاء الله قال الله خير شيخ كيفية التوبة من معصية تسر معصية معصية تكون بالغيب يعني كيفية التوبة إن شاء الله إن شاء الله أبو سعد شكرا الله مرحبا مسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت نعم انتهينا من الأخت معبد الله من العين الأخت منال من أبو ظبي بارك الله فيها تقول هناك أخت في سوريا مطلقة و عندها بنتين و زوجها للأسف لا يسأل عن أولاده تقول أخوانا عايشين في أوروبا طلبوا أنها تذهب إليهم وترتحل هناك تقول زوجها رافض هذا الشيء تقول هل لها أن تأخذ الأولاد من دون إذنه أختي منال بارك الله فيك و رضي الله عنك طبعا بالنسبة للزوج المهم للأولاد لا شك بأنه آثم فكون طلق أمهم ليس عليه ليس يعني إذا طلق رجل امرأته و عنده أولاد منها فيريد أن يعاقب زوجته بأولاده هذا لا شرعا ولا عقلا ولا منطقا ولا واقعا يعني ممكن أنه يكون مقبول بمثل هذه الحالة و لذلك هذا الرجل آثم إذا أهمل أولاده بمثل هذه الطريقة لا شك بأنه آثم لكن على أختك أخت الفاضلة أن لا يعني ترتكب خطأ بحيث أنها تسافر من دون إذنه لأن الجانب ليس جانب والله قانوني فقط لا جانب شرعي فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة طويلة جدا بحيث أنها تحرم أولادها الأولاد عن أبيهم الأولاد مهما كان سيحتاجون الأب في يوم من الأيام و إن لم يرضى سيجبر إجبار على الوصول إلى أولاده أنت تقول لي والله عندكم مشكلة يعني وجود أختك مثلا يمثل بقاءها في المنطقة كذا خطر على حياتها ممكن في هذه الحالة لكن عليها أن تسرك للمسالك القانونية بمعنى ما تسافر إلا بعد أن تأخذ إذن و ممكن تثبت هذه عند المحكمة عند الجهة المسؤولة تثبت بأن هذا الأب مهم الأولاد و لا يسأل عنهم و أنه هي اللي قائمة عليه و تأخذ ورقة بهذه حتى تحمي نفسها ممكن في هذه الحالة أن تنتقل إلى مكان آمن مكان آمن يكون في بلاد مسلمين مثلا إن لم تستطع و ممكن أن تنتقل عند إخوانا هناك حتى تحافظ على نفسها أما إذا كان لا ممكن تمشي و تعيش و تستمر بشكل آمن بدرجة كافية لا ما يحلها ذلك يا أختي منال منال تقول أنا أقوم الليل و لله الحمد الآن ملتزمة بقيام الليل أصحى قبل الفجر بساعة تقول ماذا أفعل هل يعني أقسم الوقت مثلا تسبيح واستغفار و ذكر و قراءة قرآن إلى أذن الفجر أم ماذا أختي منال بارك الله فيك و زادك الله و حرصا و هذه نعمة من نعم الله فالله جل وعلا فتح لك بابا من أبواب الخير بابا من أبواب الجنة بإذن الله احفظي و لازمي و واضبي على هذا الأمر لأن هذه نعمة كثير من الناس يتمنى قيام الليل و لا يوفق فأنت وفقت لهذا أختي الفاضلة عندك الآن إذا صحيت قبل الفجر بساعة عليك بالصلاة و قراءة القرآن تقرأين القرآن في الصلاة تقرأين القرآن وأنت تصليين وأفضل شيء أن تصلي 11 ركعة إن تمكنت و إن لم تتمكني ما في بأس أهم شيء أن تجعلي آخر صلاتك من الليل و ترة إذا أوترتي مثلا أول الليل ثم تيسر لك قيام آخر الليل فممكن تصلي ركعتين و تشغلين الوقت بالاستغفار و بالدعاء و بذكر الله و قراءة القرآن قال الله جل وعلا و المستغفرين بالأسحار قال جل وعلا و بالأسحار هم يستغفرون النبي عليه الصلاة و السلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيبه هل من مستغفر فأغفر له و ذلك كل ليلة بهذه الطريقة بارك الله فيك تجمعين بين المصالح الشرعية أم أيمن من أمريكا طبعا أم أيمن ذكرت قصتها مع يعني اللبس الجورب تقول بأنها لبست الجورب بعد صلاة الفجر و حصل يعني يعني تعبت تعب شديد مثلا تقول نمت قبل العشاء وبعدين قمت بعد منتصف الليل و تذكرت أني على غير وضوء تقول يعني و صليت صليت طبعا بالجوربين تقول بعدين تذكرت أني ما خلعت الجوربين و ما توضعت يعني تسأل عن يعني فعلها أم أيمن بارك الله فيك أولا خلينا نتكلم عن الوضوء هل أنت لما تعبت تعب شديد و نمت ثم قمت منتصف الليل و صليتي من دون أن تتوضأ إذا قلت لي نعم ما لك صلاة لأن النبي عليه الصلاة و السلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ و النوم حدث يعني لأنه هو مظنة الحدث فلذلك النوم المستغرق هذا هذا حدث فيجب عليك أن تتوضأ ثم تصلي طبعا انتظري علي يوم أيمن أنا أعرف لكن قاعدة فأصلك لأن أمس لما سكرتي الخط يعني انقدح في ذهني مسألة تقولني ما توضيت أنك ما توضأتي عموما إذا ما حصل وضوء سواء كنت لابس الجورب أو غير لابس الجورب صلاتك غير صحيحة تتوضأين وتعيدين الصلاة هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا قلت لا أنا توضأت و مسحت على الجوربين لكني تذكرت المدة اللي قضيتها الآن هل هذه مدة هي المدة الشرعية اللي يمسح عليها الإنسان أم لا الجواب نعم بالنسبة لك أنت ما زلت في المدة الشرعية ما زلت في المدة الشرعية بمعنى أنك الآن إذا صليت توضأت الفجر ثم لبست الجوربين و لم تحدث إلا مثلا الساعة الحادي عشر أو الثاني عشر ظهرا وتوضأتي و مسحت على الجورب هنا يبدأ العد التنازلي بالنسبة لك العد التنازلي ليوم و ليلة يبدأ من أول مسحة بعد حدث كيف يعني هذا الآن مثل ما ذكرت لك توضأتي للفجر و غسلتي قدميك في الوضوء ثم لبست الجوربين صليت الفجر بقيت إلى الساعة الحادي عشر و أنت على وضوء أحدثتي ما توضأتي بعد لما جاء صلاة الظهر ساعة اثنى عشر ساعة الواحدة توضأتي و مسحت على الجوربين هنا يبدأ العد التنازلي متى ينتهي ينتهي الساعة اثنى عشر اليوم الثاني بمعنى إذا بقيت لابس الجوربين ما عليك شيء ولله الحمد تمسحين إلى الساعة الثانية عشر لو جاء الساعة الثانية عشر ظهرا و أنت متوضأة مسحتي قبل الساعة الثانية عشر ظهرا و ما زلت على وضوءك و دخل عليك وقت صلاة العصر صلينا العصر دخل عليك وقت صلاة المغرب و أنت من تقض الوضوء صلينا المغرب دخل عليك صلاة العشة و أنت من تقض الوضوء صلينا و لله الحمد والمنا بالمسح اللي مسحتيه قبل الساعة الثانية عشر بمجرد أن يحصل حدث خلاص ينتقض المسح لانتهاء الوقت بارك الله فيك أمت الله من ليبيا تقول يعني هل ورد أنهي عن أن ينام الإنسان لوحده أختي أمت الله بارك الله فيك ورد أنهي عن سفر الإنسان لوحده ورد حديث لا يحضرني الآن إسناده أنه نهي أن ينام الإنسان لوحده وقالوا الحكمة لأن الإنسان قد يحتاج إلى الآخرين يعني أثناء النوم قد يحصل له شيء ربما يحتاج فيه إلى من يسعفه إلى من يقضي أمره لكن هذا ليس على سبيل التحريم ليس على سبيل التحريم لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نام لوحده في بيته أما إذا كان الإنسان في بيته فلا حرج أن ينام بغرفة دون الباقين لكن إذا كان يعني يقصد الإنسان أن ينام لوحده في بيت كامل قالوا هنا ينهى عنه هذا الذي ورد فيه النهي وبالنسبة للحديث لا يحضرني الآن يعني إسناده أمت الله تسأل عن وضع اليدين في الصلاة والرجلين أيضا أثناء السجود أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة لطلبتي أنت وصف شرح صفة اليدين والقدمين في الصلاة أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يكبر للصلاة يقول الله أكبر هكذا يجعل ظاهر كفي عند منكبه الله أكبر هذا الله أكبر ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة أو يقبض قبض هكذا يقبض هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي ليركع يقول الله أكبر يرفع ثم يركع لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده يقول هكذا سمع الله لمن حمده لما يأتي يسجد ما يرفع يديه لما يأتي يسجد ما يرفع يديه وذلك بعض المصالين يرتكب خطأ لما يسجد يقول الله أكبر غلط و لما يرفع من السجدة الأولى أيضاً ما يرفع يديه يعني بعض الناس يرفع من السجدة يقول الله هذا غلط في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية و الرباعية إذا أراد أن يقوم إلى الثالثة يقول الله أكبر و يقوم أو إذا قام قال الله أكبر صار عندنا كم مرة يرفع المصلي يديه في الصلاة أربع مرات الأولى عند تكبيرة الإحرام و الثاني عند الركوع لما يركع و الثالثة عند الرفع من الركوع و الرابعة و هذا صح فيها حديث و إن كان خالف فيها جماهير أهل العلم لكن صح فيها الدليل أنه عندما يقوم من التشهد الأول لما يقوم من التشهد الأول يقول الله أكبر هذا ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالنسبة للنزول إلى السجود مسألة خلافية من أهل العلم من قال أول ما يضع يديه قبل ركبته من أهل العلم من قال يضع ركبتيه قبل يديه و المسألة هذه من المسائل اللي الخلاف حولها طويل و عريض و لذلك تلفاظة كثير من أهل العلم من أهل التحقيق من الجهابذة قالوا الأمر يعني واسع فعلى ما يستطيع الإنسان إذا كان يستطيع أن يقدم ركبتيه على يديه ما فيه بأس و إذا كان تقديم يديه على ركبتيه أسهل له أيضا هذا لا بأس و بعض العلماء يرى بأن تقديم اليدين على الركبتين أصح من جهة الدليل و تقديم الركبتين تقديم اليدين على الركبتين أصح من جهة الدليل و تقديم الركبتين على اليدين أصح من جهة النظر يعني قصد التشبيه الذي ورد في حديث النبي عليه الصلاة و السلام طيب بالنسبة للإنسان يسجد على سبعة أعظم الجبهة و الأنف و الكفين و الركبتين و باطن القدمين بارك الله فيك بالنسبة للقدمين في السجود إذا حبيت تصفينها مع بعض بهذا الطريق أو تفرقينها الأمر واسع لكن ورد في حديث عائشة أنه لما استيقظت و قالت بحثت عن النبي سلم فإذا به ساجد فوقعت يدي على قدميه يدي على قدميه أخذ منها العلماء على أن قدمي النبي عليه الصلاة و السلام كانت مرسوستان أو مرسوستين هذا الذي أخذ منه العلماء و الأمر في هذا واسع و لله الحمد و المنه أم سعيد بن أبوظبي تقول في رمضان الحريم ما يصلون التراويح يمكن أصلي خلف المحطة التلفزيونية اللي عندنا الجواب لا يا أم سعيد بارك الله فيك وتقبل الله منك لا ما يصلح نصلي وراء التلفزيون ولا وراء الإذاعة ما يصلح هذا لأنه يعني من شروط صحة الائتمام اتصال الصفوف اتصال الصفوف و بينك و بين المسجد اللي ينقى المباشرة مسافات طويلة ما يصلح هذا بارك الله فيك و بعدين يعني أبشرك بأن الإنسان إذا كان مواضب على عمل صالح ثم حالة بينه و بين العمل الصالح حائل أو مانع أو عذرها الله يكتب له الأجر إن شاء الله والأجر مكتوب بإذن الله و شيء آخر الإنسان أحيانا صلاته في بيته التراويح بالذات قد يكون أصلح لقلبه يصلي لوحده يطول في الصلاة يطول في الركوع يطيل في السجود يدعو الله سبحانه وتعالى و يسأل الله من فضله و النبي عليه الصلاة و السلام صلى ثلاث أيام التراويح في المسجد و بعدين صلىها في بيته عليه الصلاة و السلام أم محمد من الشارقة تقول عندها حساب توفير في مصرف إسلامي تقول يعني طلع عليه أرباح تقول كيف أزكي و من الذي يزكي أم محمد الزكاة واجب عليك أنت و بالنسبة لهذه الأرباح تزكينها مع رأس المال اللي عندك اللي هو في الحساب متى ما إنحال عليه الحول متى ما إنحال عليه الحول لأن هذه الأرباح هي نتاج للمال فهذه التجارة مضاربة لأن هذول يشغلون المصرف هذا يشغل مالك بحسابك يشغل بنشاطات تجارية مباحة فأنت بارك الله فيك في آخر السنة متى حولك في رمضان إذا في رمضان شوف الموجود في الحساب حتى لو دخل عليك قبل رمضان بيوم أرباح تزكينها مع رأس المال الأرباح هذه إذا صرفتيها قبل حولان الحول ما عليك زكا فيها يعني أفترض الآن عندك مئة ألف في الحساب زين وجاك ربح عشر تلاف والعشر تلاف صرفتيها قبل الحول ما عليك زكا عليك فقط على رأس المال أما إذا كان لا دخل عليك أرباح قبل الحول بيوم وبقي العشر تلاف هذه تزكيها مع رأس المال بارك الله فيك أبو ليث بن العراق يسأل يقول ما هو الفرق بين الركن والواجب أخي أبو ليث بارك الله فيك طبعا العلماء يعرفون الركن يقولون بأنه هو جزء من الماهية و يقولون هو ما يقوم عليه الشيء أو ما منه الشيء يعني الركن شيء مهم جدا الآن كل بيت له أركان كل بيت له أركان هي الأعمدة ما يمكن يقوم بيت على غير الأعمدة كذلك الصلاة لها أركان ما يمكن أن تصح إلا بهذه الأركان و لذلك والواجب لا الواجب هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أخذ من فعله مما كان يواضب عليه على قول بعض الأصوليين و الفرق بينهم أن الواجب لا يسقط الواجب لا يسقط بمعنى أن شخص مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة عفوا ترك ركنا من أركان الصلاة الركن لا يسقط لو أن مصلي ترك ركنا من أركان الصلاة و ما تنبه له إلا بعد حين يجب عليه أن يعيد الصلاة مثال شخص الآن صلى الظهر و نسي الركوع بعد الفاتحة و قراءة آية سجد مباشرة نسي ركن و لا لا نسي ركن لأن الركوع ركن بعدما صلى العصر تنبه بأنه في صلاة الظهر ما ركع في الركع الأولى يعيد الصلاة كاملة لماذا؟ لأن الركن ما يمكن أن يسقط و إذا سقط سقطت العبادة طيب لو أنه تذكر بعد الصلاة مباشرة يعني سلم ثم تذكر بأنه الركع الأولى أو الثانية ما ركع فيها إذن صلاة ناقصة يجب علي أن يقوم و يأتي بركعة كاملة يأتي بركعة كاملة ما دام أنه في الركع الأولى أو الثاني أو الثالث أما إذا كان في الركع الرابعة نسي الركب في الركع الرابعة يرجع و يأتي بالركوع إذا نسي ركن الركوع في الركع الرابعة يرجع فيأتي بالركوع ما يحتاج يقرأ الفاتحة يركع فقط ثم يكمل صلاة يجيب سجدتين و يجيب التشهد الأخير و يسلم و بعدين يستذلي السهو الذي حصل الواجب إذا تركه متعمدا بطلة صلاته أما إذا تركه نسيانا فإذا تذكره في محل الواجب أتى به يعني دائما أضرب أنا مثال التشهد الأول واجب في الراجح من قول أهل العلم شخص قام الآن إلى ركعة الثالثة وما جلس للتشهد الأول لكنه ما استتم قائما نقول اجلس لماذا؟ لأنه ما زال في محل الواجب ما زال في محل الواجب يجلس ويأتي بالتشهد ثم يكمل صلاة طبيعي طيب إذا نسيه حتى استتم قائما ما يرجع إليه لأن الركن أقوى من الواجب فما يرجع إلى الواجب من الركن طيب ما العمل يجبره بسجدتي سهو بسجدتي سهو الواجب إذا تركه متعمدا بطلة صلاته أي إنسان يترك واجب من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلة صلاته أما إذا تركه نسيانا فيجبره بسجد السهو إذا فات الوقت وقت الواجب بارك الله فيك أبو ليث يقول هل يجوز الوضوء بماء راكد سقطت فيه أشجار وأوراق وكذا الجواب نعم الماء أخوي أبو ليث بارك الله فيك لا ينجس إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه بالنسبة لأوراق الأشجار بالنسبة لما ينبت في بعض الماء مثل الغدران ينبت فيها شيء من الأشجار هذا ما يسلب الماء الطهورية يبقى الماء طهور ولله الحمد يرفع الحداث ويزيل الإنسان به الخبث فأي ماء سواء كان راكد أو يجري إذا وقع فيه سقط في أوراق أشجار أو شيء من هذا ما يسربه الطهورية حتى الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أو صافي الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح فأنه طاهر ولله الطهور ولله الحمد يرفع الحدث ويزيل الخبث علم الليبياد يسأل يقول هو سأل قبل أيام عن المسح على الخفين يقول مثلا إذا توضع على الظهر وضوء كامل وبعدها لبس الخفين أو لبس الجوربين هل يجوز له أن يخلعها وكيف اليوم والليلة علي بارك الله فيك لعلك استمعت إلي وأنا أجيب الأخت أم أيمة من أمريكا في قضية التوقيت التوقيت يوم وليلة طيب على مثالك أنت أنت الآن توضعت لصلاة الظهر ثم لبست الجوربين وما أحدثت إلا قبل صلاة العصر قبل أذان العصر بخمس دقائق وما توضعت بعدما دخل أذان العصر توضعت ومسحت هذه المسحة الأولى هي التي تحسب من خلالها من خلالها تحسب اليوم والليلة بمعنى إذا بقيت بقيت لابسا الجوربين إلى اليوم الثاني ما تخلعها إلا بعد أذان العصر بعد أذان العصر من اليوم الثاني لكن أفترض لو أنك مسحت على الجوربين في صلاة الظهر ثم بقيت على طهارة ودخل عليك وقت صلاة العصر ما تخلعهما تصلي العصر ما دمت على طهارة وإذا جاء وقت المغرب ما تخلعهما ما دمت على طهارة وإذا جاء وقت العشاء ما تخلعهما ما دمت على طهارة يعني ما احتجت أن تجدد الوضوء ما احتجت أن تمسح هذا بمسح وقت الظهر واضح أما إذا أحدثت بعد صلاة الظهر أو قبل مثلا احتجت أن تتوضع لصلاة العصر فإنك تكون قد يكون قد انتهى وقت المسح على الجوربين طيب المسألة الثانية أنت الآن لبست الجوربين وأردت أن تخلعهما أردت أن تخلعهما هذا له صور الصورة الأولى أنت ما مسحت عليهما بعد ما في بأس تخلعهما ثم تلبسهما ما دمت على طهارة الحالة الثانية أنت مسحت عليهما مسحت عليهما ثم خلعتهما وأنت متطهر خلعتهم وأنت متطهر يجوز لك أن تلبسهما من جديد وأن تصلي بهما لأنك مسحت عليهم وأنت لما خلعتهم كنت على طهارة الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءك انتقض وضوءك ثم خلعت الجوربين أثناء انتقاض وضوءك فإن المسح قد انقطع زمانه فإذا احتجت أن تعيدهما لا بد أن تتوضأ من جديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغير بن شعب قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وأنت الآن لو أردت أن تعيد الجوربين ستعيدهما على غير طهارة لأنك محدث حتى لو كانت المدة بقي فيها شيء كثير بارك الله فيك يا علي عادل من السعودي يقول عمارة فيها يعني تبع ورثة عشرة أشخاص يقول الفاتورة يدفعها الجميع معدى أخت من الورثة متزوجة خارج العمارة يقول هل لها الحق في ذلك الجواب نعم لأنها لا تستهلك الكهرباء عادل ما دام أنها خارج هي لها الحق في الأجرة لها الحق في الأجرة حسب قسمة الميراث بارك الله فيك ولذلك هي ما تستهلك الكهرباء يستهلك الكهرباء من يسكن العمارة ومن يستأجر العمارة بارك الله فيك عادل يقول يعني بالنسبة لتنظيف العمارة يقول نحتاج إلى أن ننظف العمارة باستمرار هل تشارك معنا عادل إذا كان مقصود الصيانة صيانة العمارة من حيث الصيانة المعروفة يعني ما يتعلق بالتكيف ما يتعلق بالأساسات ما يتعلق بالصبغ مثلا ما يتعلق هذا نعم تشارك لماذا؟ لأن هذه من الأشياء الأساسية أو الأساس في مسألة بقاء البناية وإطالة عمرها الافتراضي مثل ما يقولون فالصيانة مهمة للبناء فإذا كان هناك صيانة متفقين أنتم مع شركة أو مؤسسة تصون هذا المبنى نعم تشارك معكم وتدفع جزء بارك الله فيك قلصنا سامحونا لأن الوقت اليوم عندنا إحاطة إعلامية بعد قليل فنكتفي بهذا القدر أم محمد من السعودية أبو سعد من القوين إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية